مرحباكم اصدقائي اليوم اجبت لكم الطريقة باش تاخدوا الموعد في فيزا بحث عن العمل في البرتغال يعني غادي نقول لكم الطريقة ولكن راه ما كينش مازال هاد النوع ديال فيزا يعني غادي ندخلو الموقع الرسمي ديال الوزارة الخارجية البرتغالية غير هو مازال ما ديرينش هاد النوع ديال الفيزا مازال ما دخلوش ما دروش الميزاجون يعني انا غادي نوريكم الطريقة وكل مرة بقاوا تعودوا بقاوا دخلو حتى تلقوا الطريقة او لا حتى تلقوا انهم زادوا هاد النوع ديال الفيزا هنا كنشوفوا في هاد الميزاج لسيف طولينا راه كين هنا غير هو بالبرتغالية الواحد اللي در الترجمة وركز مزيان راه غادي يعرف وغادي يفهم شنو قالوا فيه مثلا هنا غادي نشوفو هنا غادي نبشو لهاد اكي شوفو كين اكي اللولة اكي التانية هنتو ما اكي اللولة ايا 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 كندور عليها كين هاد اكي التانية ايا كندور عليها دهما وكان هاد اكي التالتة فين كينا كونسولتي مايز انفورماث موامارش كي باش كتكرا يعني اه قبل من هاد رقم جوج يعني هاد اكي اللخرى في رقم واحد غادي نكليكو عليها غادي يعطينا نتليشارجي واحد الفيشيه pdf غادي نتليشارجيو ملي التليشارجة احنا غادي نمشي وندخلو عنده وهو ايضا بالبرتوغالية يعني باش تفهموك اخس تديروه الترجمة والمشكي اللي كان في الترجمة ما كيعطيش الترجمة مزيانة اه صعيب انك تفهمها واخها تقرأ الحاجة تقدر ما تفهمهاش لانه ما كيعطيش الترجمة مزيان ولكن راح كينا في رقم خمسة كيقولولك هنا تقدر تاخد طلب ديال الفيزا اونلين او لا في الموقع الرسمي ديال الوزارة او لا الكنسولة هما ديرين هنا ديالكنسولية وفي رقم ستة ايضا نفس الشيء كيقولولك خسك تدخل إلا بغيت تاخد الموعد خسك تدخل لهاد اللين هذا هان جو مرادير اللين هاد اي فيزا وهنايا بغيت تاخد الموعد اونلين وهنايا الموقع الرسمي ديال الكنسولية اولا الكنسولية تمشي عند الكنسولية ديال المدينة ديالكم او اللي قريب عليكم احنا غادي مشيو ندخلوني شن لهد اي فيزا من هنا غادي ناخدو الموعد را ديما كان عاوض نذكركم بلي را ما داروش ما زال هاد النوع ديال فيزا هي راه كينا ولكن را ما زال ما دخلوهاش في سيستيموا ما انا غادي نوريكم ومن اللي غادي تاكتف ديك ساعتما دخلو اخدو الموعد احنا غادي نكليكو عليها سوف أعطينا هذا الموقع ضروري سوف أعطينا الموقع في البرتغالية ولكن هنا سوف أحاوله الفرنسية ما سوف أفعله؟ سوف أحاول الفرنسية سوف أعطينا ثلاثة سريطة الفوق على ليمن وسوف أعطينا على هذا سوف أعطيكم تكريه والقومت سوف أقوم بإدارة سوف أتعمل الاسم الشخصي الفوق الاسم العائلة وتعني وسوف أقوم بإدارة اسمية للمقبل لكم لا أعود لكم اسمية لأنها غير بحال بسودو يعني ما شيء هو المهم هنا سوف أقوم بإدارة مطبس في المطبس سوف أقوم بإدارة الحرف الضروري ماجسكول وغادي تديرو ضروري على الأقل رقم واحد وغادي تديرو رمز من رمز ديال الكلافية شي رمز هنا سوف أقوم بإدارة النوع ماسكولان فام يعني ذكر أو أنت هنا سوف أقوم بإدارة تاريخ الإزدياد وهنا سوف أقوم بإدارة الجنسية سوف أقوم بإدارة مغوك اللي كان في الجزائر يدير الجزائر اللي كان في تونس يدير تونس لكل واحد على حساب البلد ديالو هنا سوف أقوم بإدارة مغوك وهنا سوف أقوم بإدارة رقم الجواز ديال الصفر ديالكم مثلا أنا أقوم بإدارة شعر إذا أريد لكي نوريكم وهنا سوف أقوم بإدارة الإيميل ديالكم من اللي سوف أقوم بإدارة 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 واحد الرسالة في الجيميل انا غدي امشي لها هذه هي الرسالة اللي وصلت في الجيميل غدي تكوبيو بعدها هاد الكود هذا ضروري تكوبيو ومن بعد تكليكيو على هاد الكتابة الزرقة اللي كينال تحت وهنايا غدي تديروا ذاك الكود اللي درتوا له كوبيا غدي تكوليو هنايا انا ديجا يعني تانسكريت صافي انفو كتديروا هاد هاد الكود هذا كيت اكتيف الكون ديلكم غدي تديروا اسمية ديال اللي كنتوا درتوا في الاول والمطباس اللي درتوا وغدي تدخلوه من بعد ما تدخلو غدي يدخلكم عود تاني لهاد الصفحة هادي غاد تعاودوا تمشيوا الهنايا غاد ديروا وهنايا غاد ديروا اسمية ديالكم اللي كنتوا درتوا وهنا هناك يعطي المطباس اوتوماتيك وغادي ديروا هادي باللي راكم ماشي روبو وغادي يعطيكم تختاروا يعني اه قليكم هنا يسلكسوني توت لازي اماج اه اللي فيهم اه البوس احنا غادي يمشيوا نكليكوا على هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا من بعد كتديروا فاليدي صافي او كتديروا سيدانتيفي غادي عود يعطيكم هاد الصفحة هادي وغادي تمشيوا الهنايا غادي تديروا عود تاني الفرنسية وغادي تعاودوا تكليكوا على هات 3 الشريطات الفوق على ليمن غادي تمشيوا تديروا دماندي ان visa ماروك تي اختار هالراسو لخانة تانيا غادي اختار البلد اللي انتساكن فيه فينا ووالمغرب ماروك غادي اختار هالراسو تي تتولير دي كل تيب دي پاسبور انا نوادي الپاسبور احنا ادنا الپاسبور بيومتريك اوغدينير تالت عود تاني قال لك شحال المدة ديال يعني السجور اللي غادي تبقى تماما فهذا النوع دي الفيزا كيعطيو 120 يوم يعني غادي نديرو التانية هنا يا فهذا الخانة هادي غادي تديرو ويحيث هو قال لك واش بغادي تانستال في البرتغال مع شي واحد وما داروش يعني النوع دي الفيزا اللي طال بينهم هنا يا انك تمشي اللوطيل او لا فهمتي يعني قال لك واش غادي تمشي عند شي واحد عندك من الاصدقاء واللملائلة احنا غادي نديرو واخا ديك الشي اللي بغينا احنا ما كاينش حيث ما زال ما تضافش هنا ومن بعد هنا يقال لك السبب ديال الزيارة ديالك لبرتغال ما داروش هنا قاع بحث على العمل لانتو ما دارو افر كولتور غيزون ميديكال سبور يعني السياحة ولا زيارة ديال العائلة او الاصدقاء او لدراسة ما زال ما داروش بحث عن العمل احنا نديرو افر ملك ادير افر كيقول لك ما زال هاد نوع ديال الفيزا ما كانش ديسبونيبل وخضرنا افر يعني احنا غا نبقى ونعودو كل مرة حتى احطلنا يعني النوع ديال الفيزا اللي بغينا وهكا نكون وصلنا نهاية الفيديو وما تنسوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس باشي وصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته